استمرار الحرب غرب مديرية قعطبا بمحافظة الظالع يفاقم معاناة المواطنين يوما بعد يوم فالنزوح وقطع الطرقات وأصوات المدافع والقصف ما تزال تتسبب بتعقيد الحياة تردونا بيوتنا بأذلوبنا بالبيوت تجاجونا احنا وقهالنا واطفالنا انرهم لا الله الله يحطمهم منطقة شخب احدى مناطق المديرية التي تعرضت للقصف العشوائي من قبل ميليشيات الحوث المتمركزة غربي المحافظة ما تسبب بنزوح اهالها الى اكثر من منطقة بما فيهم طلاب المدارس معي طالبات نازحات من القفلة ومن شخب ومعي طالبه يعني قريحه واصيبت في قذيفه ورغم الصراع ورغم القراح الا انها تكابد وتمتحن سوريا طالبة جريحة اصيبت بشضيتها ون في كتفها يتصبح هي واسرتها النازحة نموذجا للمعاناة انا تعورت بالواري نزلنا الواري ويبقوا اشتباك بعدها احنا ما كنا ما نشوف توقعوا اني شقع اشتباك كنا نقدرني السلامات مع درينا لحوثها الفتاة الجريحة وبدافع الحرص على اكمال تعليمها تحاول التغلب على الجراح حيث تؤدي الامتحانات للمرحلة الثانوية وسط ظروف غاية في التعقيد فقمتها الحرب وتأثيراتها على جيل كامل محمد المريشي قناة بلقيش الضالع